السلام عليكم مرحبا بكم مرة اخرى في مطبخي وعلى قناتي اتمنىكم تكونوا كامل بخير وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة بعتها لي على الفيسبوك ودارت حالة ودرجة احنا بصتها لكم اليوم باسهل طريقة ذوقها رائع خاصة للناس يتحب ذوق الفارولة اذا انا ما نطولش عليكم ونروح مباشرة الى مقادرنا لنهار اليوم اذا اول حاجة راح نقوموا بها الهنا اللي هي الاموس يعني الاموس هي نوع ما جديدة لانه نستخدموا فيها كمية من السوبر كرام السوبر كرام الفارولة اذا مش نحتاج لهنا نحتاج الى 2 حبات من البيض نحتاج الى 60 جرام من السوبر كرام نحتاج الى 70 جرام من الكلوكاز 100 جرام من العسل وعندي الفرامبوز اللي بغيتوا عليها الطريقة سهلة برك غير تثبتوا معانا خاصة الناس يموفا تخدم يعني لجوع هذا تالي مصرح يجوها سهلين اول حاجة انا البيض تاعي لازم يكون مسيباري على الاصفر على الاقل على الاقل ساعتين قبل ما نبدأ الخدمة باش نضمن باللي لمستعي تنجح هادي اول حاجة ثاني حاجة نحو نحطوا العسل تاعنا على النار يغلي انا نبدأ نطلع بيض البيض تاعي مع رشة من الملح لازم نطلعوه بيان والهنا نفقد العسل تاعي بعد ما غلالي مدة اربع دقائق يعني لازم نخليوه يغلي ملاح الناس اللي عندها الترمو ماتر رح تقيسنا الـ 118 ناس اللي ما عندها رح تخليه يغلي حتى يعني اربع دقائق نحن نستطيع حرق وما يتبدل ش لونه يعني ونشوفوا باللي سخن ملاح لازم يفوت الدرجة تاع مية وخمسة عش والهنا هي هاديك سوبرك خامران احطيت لها ملعقة تاع الاباتاغام تعرف ار او لا باش ننتنصي برك اللوغو ما تكثرواش بزاف باش مانجيكم ش مرة غير شوية برك منه اللوغ ومنه اللوغو وكما شفتوه نخلط المقادير مع بعضها ونخليهم على جنب و هوليك الهنا العسل اللي بعد ما اغلى معايا لمدة 4 دقائق نروح للبيض التاعي اللي خليته اطلع مع رشة تعالي ملح مليح خلاص باش تنجحو فلاوس لازم تخليوه كي ما درت انا البيض والملح يطلعوا مليح مع بعضاهم وبعد ما يغلينا العسل تعالي مليح باش نضيفوه بهذا الطريقة ما نحبسولوش الخفق راح نخلي وهي كملي دور مليح خلاص راح نخلي البيتران التاعي يخدم على جهة ونروح نهزدوا كل مقادير اللي خلطهم اللي هي سوبر كريم والغلوكوز و راح نحطهم على النار اذا الهنار اما همش راح يغليوا بزاف لانه ما يعني ما كانش حاجة فيهم اللي سائلة بزاف بين الماء وبين الغلوكوز عفوان والسوبر كريم غير تبدأ تثقال شوية ونشوفوا ليبول تحها عاد وكبار يعني راي وصلت لدرجات حرارة مليحة نسخنوها ونروحوا مباشرة للبيتران التاعي اللي راو ما زال يخلط في هذيك لاموس وهذاك العسل و راح نضيف الخالي التاعي اللي كنت طيبته اللي يموت دقيقتين فقط ما نحبسش نخفق اللي هنا جامي تحبسوه ونخلي البتران التاعي يمشي مليح خلاص ما نحبسو لهاش حتى نتبرد الكريمة حتى نتأكدوا باللي لاموس تعنا راهي بردت باش نحبس البتران وهاي ليك اللي هنا الكريمة التاعي اللي لا موس بتاع سوبر كرام كيفاش تجي ضوقها يجي رايع بزاف راح نخليها على جنب لانها كل وين تقعد وين ترجع يعني وين تجي احسن ونروحوا نوجدوا الموالو عنا هاد الموالو هو باسيت ومامتان وهاي نحتاج فيه الى 60 قرام من السكر ناعم 80 قرام من اللوز 20 قرام من الفانينة 2 بيض بيض وملعقة اكل كبيرة من السوبر كرام الناس اللي ما عندهاش سوبر كرام هنا ملاقة كبيرة بوزن تحاري 30 قرام اللي ما عندهاش تقدر تستخدم الي كوليد فخاز يعني يكون فيتور تاع الفارولة هنا يجي ما شاء الله نورما الموالوصفة الاصلية هي باللوز انا ما كانش عندي اللوز استخدمت الكاوكاو برك حمصوه ورحيوها مليح وكيت رحيوها رحيوها معا كمية تاع السكر ناعم باش يجيكم بودرة ورحيوها فرحية تاع القهوة باش نتحصلوا عليه بودرة وكما تشوفوا فيها كيف حطات المقادير كاملة مع بعضها خلطت السكر والكاوكا والفارينة حطت عليهم البيض ملعقة تاكلتها سوبر كرام وخلطت هذوك المقادير مليح خلاص مع بعضها وبعدها اضفت الهنايا هذي ما قلت هاي لكمش اضفت 60 قرام من الزبدة 60 قرام من الزبدة تكون ذايبة وبردة يعني ذايبة وبدرجة حارة الغرفة يعني نضوبوها وبعد نبدأ ونخدمو لوقاتو وهاوليك اللي هنا لا تكستيخ تعنا تعليقاتو كيفاه تجي ساموالو هذا يجي هاي البزاف الناس اللي ما تحبش لذوق الفارولة تقدر تتخلى على سوبر كرام الفارولة وتعاوض بسوبر كرام السيترون يعني تعليمون كذلك تعمتها يجي هاي البزاف وانا راح نعمر المول اللي يجي قد المول الاساسي اللي راح نخدم فيه انا راح نخدم في المول كاغي دونك على هذي اللي درت الموالو تاعي في هذ المول شوية صغير عليه وندخلهم يطيبوا على درجة 180 لمدة 25 دقيقة بعد ما يطيبنا هذك الموالو حاجة واحدة انه لازم يطيب مليح ولازم يبرد ما نحواش من المول حتى يبرد تماما نوك انا طيبتو وحطيتو يبرد واللي هنا يا هاد المول ديجا راكم تعرفوه متوفر في الاسواق راح ندير ترواكوش من تاع الشوكولات باش نقدر نتحصل على دي كوك تاع شوكولات يكون وصحاح نوك ندير منو ترواكوش كل مره نحط المول تاعي في الثلاجة ونخرجوه حتى نحصل على هاد اللي كوك اللي تشوفوا فيهم امامكم من بعدكم تنحيوهم فاسيلا وهاولي كل هنا موالو تاعي تاع الفارولة ولا موالو تاع السوبر كرام كي طيب ويبرد بيان شغلات نتخليوه يبرد نبدأ ندير المونتاج نعمر هاديك لاموس تاع سوبر كرام وزيد فوقها موالو تاع الفارولة ونلصق بهذا الطريقة لو الا بغيتو تبدلو لومول تقدو ديرو مدور متوما حرين انا درتلكم الموديل كي ما راهو يعني طبقت عالصورة يعني نفسها بعد وليحنا يكون ديجان مجددا دي سابلي لي هما كاري هاد لي سابلي ديرو شوية كثر من اللي عمول تاكم ما ديروش قدو بشيبانونا شوية على الجناد ونروح نلصق هادو كليكا غير تاعي بعد ما هنعمرهم شوية تاع لاموس هاد طريقة راح نخلي لكم في صندوق الوصف صفحتي على الفيسبوك صفحتي على الانستاقرام راح نخلي لكم كذلك رابط تاع مجموعتي ونكتب لكم ما قدير تاع الحلوة تاعنا كذلك في صندوق الوصف اناتمنعيكم تشتركوا في المجموعات وفي القروب كذلك نوك اللي هنا حاجة تاع تزيل الاخرى وشو هندير راح ندير هاداك الناكخي الناكخي ما بين البيض والدوري راح ندير منو لمسات كي ما راكم تشوفو اللي قاتوا رويني يقعد ويني يحكي ما روحوا كي ما نقولو احنا وهذا الفرق بين يعني الحبك نديرو لها نكخي وما نديرو لها شو نكخي والهنا يا عندي عجينة بتاع الباتاسوكخ تكون حمرة انا لو انت بالكولورو على هذي لي ما بغاش يتنحها من يدية دونك نحل هذيك العجينة السكر بي ما نديروها شو رقيقة نديروها شوية خشينا لانه كل وين نديروها رقيقة تتقطع معاكم وتحييكم شوية في الخدمة بس هخشينا منظر تعليقات ويجي مليح وسي ما تغبضناش في الخدمة وراح نقطع شرائح هكذا طولية العرض تاحها واحد سنتيمتر بهذه الطريقة انا كما كنتوا تشوفوا في صور مع الاول خدمت لونين خدمت باللون الاحمر وخدمت باللون الاصفر فقط باش تكون عندكم ميفا غيتي وتكون عندكم يعني نظرة على الناس اللي تحب تغير شوية ولي هنا يا نبل هاداك الروبان التاعي غير بلا مسات خفيفة باش ما يقعد الناش يلعب هاداك الشاريت ونروح للجنب بتاع الحبة نبدو ديما على الجنب اللي موش راح يبان يعني ديما نبدو على الجنب اللي موش راح يبان لنا اللي راح مبريزنتيو عليه لو جاتو ونبدو ندور هاداك الشاريت بهذه الطريقة كي نصلوا للجنب اللي هنا نحيو هذوك الزوائد ونكمل كامل حبة تاعي بهذه الطريقة بما انو يعني المكون الاساسي تعوصفتنا لنهار اليوم هي سوبر كرام الفارولة حتى تزيين لو في سوبر كرام الفارولة فقط زدت لها كما كنت كنتوا تشوفوا زدت لها ملون احمر باش نتحصل على نفس اللون تاع ريبان اللي درتو من اسفل تقدروا تعاوضوا كذلك بالكون فيتور عنا الهنايا حبات زدت لهم الماء تاع السوبر كرام اللي زيينت به من اعلى وحبت خل مزت لهمش صراحة اللي مزت لهمش قعد الباريق تاع السوبر كرام واللي زدت لهم الماء لغدوة تاحا كي بات لوقاتو ارون شيف يعني يدير طبقة هكا واللي هنا يعني هاذ الشرائح ولا تعال الاروز اللي هي تقنية جديدة رح نوريها لكم في اخر الفيديو كيفاش خدمت هاذ الورقات بالشرائح ولا بالاوراق الاروز وندير باش نلسقهم بشوكولة البيضة ونجيب كذلك هذا السوكر بغلي ونحط في الاسفل تاع هذيك الورقة وهو ليك لغاتو تاعي بعد ما كملتو صراحة الشكل تاعه جميل جدا متعب وفيه بزاف لديتاي ناك الناس اللي تحب تخدمو يلزم تبدا فيه شوية بكري باش تقدر تخدمو سينو ما تلحقش وهي ليك اللي هنا لغاتو تاعي بعد ما وجدت الحبه لكم بويتش نقسمو بالديكور كومبلي خاطروا تعذبني هذيك الاباتامونت وفالا ها مليك اللي هنا الطبقة تاعو كيفاش يجيو لغو تاعو يجي بزاف هايل خاصة ان إذا استخدمتوه باللوز ما نطولش عليكم ونروح مباشرة باش نوري لكم تقنية اللي كنت استخدمت هنا في هذو كل الأوراق ناك اللي هنا يا درت ما ما نور ما المهولة دافلة والو درت فيه ملون أحمر بودرة والهنا يحطت هذي كلافي تاعنام تاعي دي جانا اسبق لي وريت لكم ليفاي اللي خدم اللي نخدم بيهم درت لكم في الاشان ديجا ليفاي ماشي ليفاي بورك ولا لينام درت لكم لينام بالشعرية شعرية تاع الارز والهنا يدرت بزاف ديكولاغ منه وخدمت خلين حبات كبار وخدمت خلين صغار والهنا بعد ما خليتها شوية في المام تخليها شطول باش ما تجيكم مش صعبة وتقعد تزلق لكم ما تخدموش بيها يعني تعذبكم في الخدمة هراح نجيب دي كوية بلاستيك ولا حتقدروا يبغيتوا تديروها فاهم كبيرة ديرو المغارف تاعنا اللي ناكلو بيهم عادي نطبع بها دي كلام بورتو بياس ولا بلادوي كي ما درت هنا ونروح للمغرف هذي الصغيرة وندير غير بنسيها كبرك نلويها شوية ونخليها تجف الهنايا الورقة على الاروز اراكم غير الي اعذبكم تزيدوا بالله شوية بطرفة الاصبع وتلويوها بهذا الطريقة تقنية سهلة خلاص ورقة على الاروز نوما ما بدي ثمانيا لا فانا الهنا كان عندي امباكي دي جا باس كون دير لينا وسهلة بزاف خلاص هالتقنية شوية تاع ماكو لغا ونحط الورقة تاعي ونطبع الشكل اللي حبيت اللي بغيتو تستخدموها اللي تاقت نخدموه بالورقة كون بلي ونمدولها احنا شكل للورقة تاعنا انا هنيا خدمت في هذيك اللي مدور خدمت بلول بليك وياه الناس اللي تحب تدير غير شارات شرائط هكا كي ما درت في هذا الصفر ما نخليهاش تطول خاطر ماك لاحظت باللي كي خليها طول في الماء تعود تلصق بزاف وتعود يعني ما تعطينيش تطوع في الخدمة والهنايا نقص هذوك الشرائح هكا ونجيب معايا الومينيوم اللي نفزد له شوية الشكل تاعه باليد تاعي ونحط عليه هذوك الشرائح ينشفو يستغرقو ليش بزاف انا ديما نحطهم قدام الرادياتور يقعدو لي من با ذا منوتي ينشفو اه الناس اللي من قبل كانوا يخليوهم اسما يباتوا ليلا كاملة انا ما نصحكمش تخليوهم يباتوا ليلا كاملة والطنكو يقدرو ينشفو بالخف قدام درجة تحرارة يعني تاع الفورن ولا وهذو هما اللي كنت استخدمتهم معاكم في التزيين تمنى انه تقنية تعنا تاع التزيين ولا ديكور تعجبكم وكانت هذي هي حلوتنا لنهار اليوم جبت لكم فيها موس تاع السوبر كرام موالو تاع السوبر كرام طريقة زين جديدة باوراق الارز ولغاتو الي سوبر نتمنى لكم تجربوها بقالي غنقلكم شكرا على التعليقات وعلى الدعم بقالي غنقلكم الى اللقاء في وسط واحد اخرى سلام موسيقى موسيقى